اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقالت الداخلية ان المضبوطين اكدوا انهم بدروا بناء على تنسيق مع القنوات الاعلامية التابعة لجماعة الاخوان المسلمين في الخارج بتسجيل مقاطع فيديو لزوجات العناصر المحبوسين ومن بينهن بعض المضبوطات يدعين بها تعرض ازواجهن للتعذيب داخل السجون وبثها على تلك القنوات بهدف الترويج للمزاعم والادعاءات والمخططات التابعة لجماعة الاخوان ضد الدولة للتعليق على فزاعة جماعة الاخوان المسلمين التي ظهرت مرة اخرى وبقوة في هذا الشهر ينضم اليها في الاستوديو السيد ياسر الغرباوي مؤسس مركز التنوع لفض النزاعات اهلا بك معنا سيد ياسر نبدأ من هذه القضية قضية جديدة وضبط اربعة سيدات مع اخرين واتهام لجماعة الاخوان بالتخطيط او الترتيب لخمسة وعشرين يناير بالاتفاق مع عدد من القنوات التابعة للاخوان في الخارج لماذا تصر الدولة على المضي قدما في استخدام فزاعة جماعة الاخوان التي اعلنت مرارا وتكرارا نبذها للعنف وادانتها لعمليات الارهابية التفجير وما شاء هو طبعا انها يعني مستغرب صورة يناير في الدستور الجديد حتى ما بعد الانقلاب ضملت انها صورة عظيمة معترف بها مفترض يعني الاطار السياسي والعقل السياسي سواء الرسم والحكومي اعتبرنا منجز شعبي واعتقد من الصعب تجريم هذه الصورة نصت وكتبت ومثلت مرحلة مفصلية في حياة المصريين فكرة الاخوان المسلمين والصراع خاصة نقطة الاعلام ان هذا الصراع ليس جديدا وليس ولد اللحظة وصراع تاريخي ممتد وموجود بين تنظيم اصيل وقوف الوطن وبين ايضا الجيش والنظام العسكري الموجود حتى قبل الانقلاب فبالتالي هذا النزاع سيستمر حتى بعد الصورة قبل الصورة ما لم يكن في تصفية حقيقية لهذا النزاع سيستعلم الاخوان المسلمين كشماعة لاخطاء منه وايضا والاخطاء من الدول في عدم استعاب هذا المكون فاعتقد انتجاد المستقبل يتطلب تصفية حقيقية لهذا النزاع هل لازلت هذه الشماعة مثمرة لدى الشارع المصري ولدى الرأي العام؟ طبعا هذه الشماعة مثمرة لدى الشارع المصري ولدى الرأي العام ولدى المحيط والاقليم الاخوان جماعة ممتدة وأصار يتجاوز مصر وما يقع في مصر وأثر في تنظيمتها الممتدة ولا تدعنا تنظيم عالمية تجاوز القطرية وتنظيم يعمل في 88 دولة هكذا الاخوان يقولون وبالتالي اي نظام سياسي بغض النظر سواء كان ضدهم أو معهم او انك متحسس وتحسب لهذا التنظيم بهذا الحجم بهذه القوة في هذا التمدد الجغرافي الكبير فاعتقد جماعة بوزن الفين ولكن مع كل عملية يتم اتهام الاخوان والصاق التهم بالاخوان وهذه الخلية ايضا وفقا لبيان الداخلية تحرض على الدولة في 25 يناير وما الشابه كنيسة الاسبوع الماضي ايضا اتهموا فيها جماعة الاخوان المسلمين تكرار الاتهام بهذه الطريقة هل ترى انه نزل مثمرا لدى النظام؟ النظام الذي يستفيد منه بيستعمله يعني ربما يخدم قطاعا من الناس ويؤثر في خطاب يعني دائما خطاب الانظمة من الخطأ تظن انه يستهدف الاطار الداخلي ممكن يكون بخطب جهة اخرى ليؤكد مصارا هو يعني يسير عليه فبالتالي اعتقد هو مستفيد من هذا الاطار الاخوان المسلمين متضررة من هذا الموقف يمكنها ان تعالج هذا الموقف علاجات نهائية في تسوية تاريخية تحقن دماء ودماء افرضها وايضا توفر على الشعب وعلى انفسها مصار من الدماء اللازلية لكن من يتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين بهذا القدر من العنف بانها جماعة ارهابية ربما في العالم العربي مصر والامارات يعني تجربة مصرية طبعا الجماعة الامة تأسسها في مصر في ليبيا ايضا انك اشتباكة موجودة في ليبيا في تونس يعني الجماعة نزعت الغنوشي نزع الفتين وكان وارد حصل في هذا الاشتباك لا في فضاءات كبيرة حصلت فيها اشتباكات موجودة في اماك مختلفة لا اتحدث عن فكرة الصاق كل نقيصة بجماعة الاخوان وكل عملية ارهابية بجماعة الاخوان وكل احداث العنف بجماعة الاخوان ربما لا يحدث هذا الامر بهذا القدر من التكرار المستمر الا في مصر وفي بعض الحالات في الامارات لان طبعا اشتباك من الاخوان والنظام في مصر اشتباك حاد انت في معركة حقيقية مستمرة وفاة دماء واشلاء وحجد وبالتالي طرفي نزاع حتى وان كل طرف حريص انه شوهي الاخر بدرجة كبيرة سواء بالحق او بالباطل يعني بدرجة من الدرجات تسمع من الطرف مثلا ان النظام كله الشيطان تسمع من النظام ايضا ان يكون الاخوان المسلمين الارهابيين وهذا عكس الواقع وعكس حتى التعارف الدولي يعني لكن الطرفين في صراع بينغلق العقل وبيبدأ كل طرف يستخدمه الكل تسببه لعبه يعني وهذا ايضا مدر للطرفين في رأيه وايضا طبعا مدر للسلطة لا بد ان يكون في شفافية وفي امر قضاء يعني واضح ومحدد يضمن للناس فعلا لا تكون التهم جزافا طيب اذا معودنا الى فكرة 25 يناير مرة اخرى ذكرت ان دستور 2014 نعم تحدث ووضع 25 يناير في قدرها في مقدمة الدستور لماذا اذا يتم ادراج قضية او ما شابه تتعلق بالتحريض ل25 يناير يعني 25 يناير بالنسبة للنظام الحالي هي سبة ام هي مقدمة للدستور هذا التعاطي الان القضائي والضبط واتهام المحتفيل بها اعتقد بيسحب من ثقة الناس في هذا الدستور ويسحب من ثقة النظام واعترفه بصورة يناير الدستور لا تعمل وحدها الاجراءات التي تقع على الارض الاحتفاء الاهتمام كله بيعكس مادة مصدقية التساق النظام مع ما يؤمن به في هذا الدستور هل ملتزم به ام لا فاعتقد ان هذا اتهام واضح للنظام انه صورة يناير يعتبر انها مؤامرة وانها تجريم ماذا عن من تبقى من الشعب المصري له اهتمام بالسياسة وبذكرى الثورة وما شابه هل ترى ان فكرة ذكرى ثورة 25 يناير لازلت حية في قلوب هذا القطاع ام انها ماتت الى غير رقم لا يعني ذكرت الشعوب لا تموت والاجياء اللي شاكت في ظورة يناير مثلا كان طالب في الصف السلس الاعدادي الان نفسي قد مختلف انه في مرحلة الجامعية هي مرحلة يعني انتفاضة كبرى وكبيرة اصرت في الوجران المصري بست فكرة امكانية الفعل والحراك كسرتها وهو الضخمة جدا حيادت قوة كانت تظن انها هي المشهد وهي الكل في الكل الكنيسة بدأت قزمة مقابل حركة المسيحيين الحركات الاسلامية كانت تلهث وراء الشعاب الثوري ودأت تنزل لميدان بعد فترة من الابتعاد فاعتقد ربما تدمر ربما تتراجع بدرجة ما لكن تظل يا لحظة ملهمة وتمثل خطوط توطر مفاتح على المستقبل نعم ولكن انت تعيش في مشهد انقلابي بامتياز الى قمعية اداء قمعية واعتقالات عشوائية طالت الجميع من كل الطيرات هل ترى انه لازل هناك من يحيا في ذاكرته او ربما يتظاهر مثلا في ذكرى 25 نايل من خاطئ نحن نقصر الاحتفال بالثورة او الاحتفاء بها تظاهر تظاهره وسيلة من ضمن 200 وسيلة للاحتفاء الذاكرة الوجدانية الاهم ما الذي ترسق فيه زهن الناس والشباب من هذه الواقعة الذي التحمى فيها المسلم والمسيح التي رأوا فيها انفسهم في ميدان يجمعهم بيد عن الكراهية ما زالت صورة مشرقة وانحاول البعض وصمها وتزيفها لكن اعتقد الذاكرة الشعبية ما الذي بقي منها بعد 3-7 وحتى الان ما الذي بقي في نفس الشعب المصري من ثورة 25 نايل بقي منها الجيل لا ينبغي ان نبقى في كل الشعب الجيل السائر التغيير لا يحدثه كل الشعوب كل الشعب التغيير يحدث في 2% 3% تبقى فيهم وهج الثورة وهج التغيير ربما تحينوا فرصة لم تأتي الآن قد تأتي غدا لكن اعتقد هذا الفزع من بعض الانظمة من فكرة الثورة يؤكد ان مازالت هذه الذكرى ملهمة ليس في الخوف من تكرها كما حصلت لا ابقاءها كذكرى يمكن البناء عليها وتسمى موصلة المرجعية لامكانية الفعل ما كان صوت تتحدث الآن يليت ثورة يناير لم تحدث ولو كان ظل حسني مبارك او حتى جمال مبارك لم كان القمع بهذا الشكل وبهذه الطريقة طبيعي يعني مصاري الثورات ليس في خط مستقيم الثورة الفرنسية استغرقت مائة عام حتى هدأت مراكبها ورست على شاطئ الحرية والمسواة والعدالة قدمت دماء حتى فولتير الفيلسوف الفرنسي المنحذة كان يقول دماء الصوار الفرنسيين لم تزد قبضة للتبداد إلى قوة واحكاما لانه مضمر عندهم العقل السياسي لكن لما نمى العقل السياسي للصوار الفرنسيين حصلوا على مكاسب اكبر وهذا عكس الصورة الانجليزية نتيجة العقل السياسي الواعي حصلت الصورة الانجليزية مكاسب اضخب من الصورة الفرنسية فاذا ثورة يناير اوضحت للناس والشباب ما الذي ينبغي ان لا نفعله وما الذي ينبغي ان نفعله طيب انت مدير او مؤسس لمركز التنوع لفض النزاعات المشهد الحالي في مصر هو بين قطاع يؤمن بالثورة ويريد عن طريقها اسقاط انقلاب عسكري اطاح باول تجربة ديمقراطية في مصر ام هو نزاع سياسي كما وصفته منذ قليل بان الطرفين هناك طرفين وكل الطرفين يعني يهاجم الاخر ويشيطن الاخر بشكل كامل فكرة الطرفين هذا يعني وصف مصفرع بالطرفين هو مفيد احيانا قد يكون مفيد للطرفين لكن ليس مفيدا للمجتمع انا ارى النزاع في مصر من وجهة نظر الشخصية والبحثية انه بين مجتمع يسعى للحرية وقوة تسعى ان تهيمن عليه هذه القوة قد تلبس العمامة قد تلبس الخوزة قد تعلق للصليب الى الان لم تبرز حركة وعدة منحازر الانسان وبالتالي المجتمع ما زال يبحث عن عن فضاء اوسع مما طرح عليه جرب الصوار في يناير لم يكونوا بالقدر كافة للمسؤولية الاخلاقية والسياسية ليبحروا بالصورة اعطى الصورة تصويتا في خمس حقوقات انتخابية بالموافقة والاجماع فشل قادرة الصورة في العبور بها الى بر الامان افشلت ام فشلت هناك فرق قبير يعني لا ليس هناك فرق على عزة بوكفيتش يقول لا يوجد في التاريخ ضحايا ابرياء حتى الضحايا المظلومين يعني ليسوا براء لانهم سمحوا اخيرا ان يظلموهم فكرة ان افشلوا لم يفشلوا كيف انها الشعب قام بما يجب اعطى الفور مارك في خمس حقوقات انتخابية برلمان وشورى ورئاسة وتأساسية وهذا الفصيل وهذا الفريق فشل في ان يحافظ على الوئام او حتى يبحر في وجه الصورة الصورة المضادة ايضا الجهة الاخرى قدمت الجيش كمنقذ ومخلص الان جيش تورت ويبدو المؤشرات لا تنبئ عن تحول ديمقراطي حقيقي وبالتالي الان لا تطلعات الشباب انجزت ولا امال شعب حقيقة فكرة ان تساوي بين الجميع بهذه الطريقة الا ترى ان هذا يبتعد قليلا عن الانصف ان تساوي بين النظام الحالي وبين نظام الاخوان او التجربة الديمقراطية وبين حتى تجربة شباب الثورة في البداية لا يعني انا لا اساوي الدفع الاخلاق لا اقيمه الان انا كباحث انظر الى النتائج والى مجريات الامور ثورة كانت واعدة شعب كان متحدا فصيل تولى سمام هذه الثورة لم ينجح في الحفاظ عليها ولا على افرادها صنع صغرات في الجسد الثوري يعني دخل منها من دخل واستفد منها من اتفاد في النهاية في الاطار السياسي انا لا يعنيني نوايا الصادقة لمن هو امامه لكن يعنيني فعله على الارض برنامج السياسي الذي ناجح في العبور به بمستقبل الثورة لا شك ان فيه فشل حقيق وواضح لكنك بالتأكيد في التحليل السياسي لا يمكنك ان تحلل فقط اداء هذا الفصيل او ذاك دون او بمعزل عن التغيرات المحلية والاقليمية والدولية ايضا التغيرات الاقليمية والمحلية والدولية يعني معروفة وواضحة والفصيل الذي دخل المعترك السياسي تلقى من الاراء بل هو نفسه صرح في كثير من الاراء ان الوضع السياسي غير مناسب لاقتحم الفعل السياسي ولكن اقتحم الفعل السياسي وايضا اثناء اقتحم الفعل السياسي جاءته رسائل من الاصدقاء قبل الاعداء ينبغي ان تصوب البصار وان تعدل البسطة ولكن اعتقد حصل اخطاء كبيرة جدا ففي انا من هذه الناحية احمل فريق استياسي القائد سواء كان اخوان المسلمين او قوة سورية وما قالت اليه الثورة حدث ما حدث واصبحنا الان على مقربة العام الخامس تقريبا ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والعام الثالث بعد الانقلاب العسكري في تنتة سبعة الفين وثلاثة كيف ترى المعارضة كيف ترى معسكر الثورة سواء لان هناك من يغضب من فكرة المعارضة ويقول نحن لا لسنا معارضين وانما نحن نثور ضد هذا الانقلاب العسكري كيف ترى هذا المعسكر مندلة يعني كان يقول الثورة ليست ضغطا على الزنا ليست ضغطا على الزنا الثورة مش كتلة غضب الثورة بناء حقيقي يمكنك ان تصنع حالة ثورية لكن من صعب ان تصنع مشروعا ثوريا ما نراه الان هي هبات ثورية لا ترقى الى مشروع ثوري حقيقي يمتلك اجابة حقيقية للحالة المصرية هي هبات غضب هبات يعني انفعال لكن هي انفعال وليس تفاعل مع الاحداث لا يملك احد الان لم اسمع حتى الان يعني رؤية سياسية للملف الجوستراتيجي او الملف الاقتصادي او الملف البطالة هل يفترض على من يريد اسقاط هذا النظام ان يقدم هذه الرؤية الان هم انه يعمل فقط من اجل الاطاحة به ثم تقديم الرؤية بعد ذلك لان الحديث ان هناك رئيس متواجد سيعود ليتولى مسئولياته ونفكر بعد ذلك في شكل الوطن لا يعني يقول علي شرعاتي رحمه الله الناس لن تهرب من الظلم الى الظلام ماذا يعني هذا يعني هذا ان الناس الان لو خيرت بين نظام مبارك وكان ظالما لكن كانت الخطوط واضحة كان فيه خطوط للعب لم تهرب الى الظلام يعني هل انت الان فريق يقول اعزين خلافة فريق الولاية اسلامية فريق لا دولة علمانية الاخر يقول لك لا لا لليبرالية المسيحي زمي ولا مزمي هذه القضايا الان لم تحسم قضايا ما زالت عالقة المجتمع الدولي يريد اجابات واضحة الاجابة الواضحة بان هناك نظام عسكري وله بديل ديمقراطي في السجن هذه هي الاجابة الواضحة لدى الكثير لا اتأمب تكلمني عن طموح الشعب وهل الشعب ما زال متعلق بالصورة او لا الشعب يتعلق بمحقق له اماله العيش والحرية والكرمة الانسانية صورة تزيد البطالة صورة تزيد الالام اعتقد الشعب لنكون معها طيب اذا عودة مبارك هي الانسب ليست عودة مرسي ليست عودة مبارك الناس صارت عليها عندما فشل في تقديم اجابات حقيقة وفشل في سؤال التنمية بعد ثلاثين سنة ايضا الذي ثلاث ثورة الفريق الرئاسي ايضا لم يقدم في سنة مؤشرات تنبي انه في اتجاه الاستقرار ايضا النظام القائم الان رغم اتيح له من الفرصة والدعم الاقليمي والتأييد الشعبي في ثلاثين ستة بدرجة ماء كان المكون لكن لم يقدم نموذجا لانه اشتغل ايضا بالات الاقصاء والتخوين كبحث سياسي ترى الوضع في مصر الان ان هناك نظام ام هناك انقلاب عسكري لا ما حدثه وتدخل في الشأن العسكري ووصف انه انقلاب ووصف انه انقلاب طيب اذا ما انتقلنا الى فكرة المعارضة وشتات المعارضة هناك مشكلات كبيرة في هذا المعسكر حتى كما ذكرت لا يوجد هناك مشروع وطني واضح سواء مشروع سياسي او مشروع ثوري هناك مشكلات كثيرة ما الذي اوصل هذا المعسكر الى هذه الحالة هل هو فقط القمع الداخلي يعني الكثير منهم الان في الخارج هناك قيادات كبيرة في الداخل في المعتقل نعم ولكن هناك ايضا رموز كثيرة في الخارج اعتقد ان الافة الاولى ولكنكم لا تحبون النصحين هذا الفريق او الفصيل بغض نظر الذي لا يجد الاستماع لن يجد الفعل يعني الثورة كتب فيها وقلف فيها وصطر لها والدروس وموجود لكن من يمتلك يمتلك قرار الشجاعة الاخلاقية ان يقول اخطأنا عند هذه اللحظة وان بغل نتطف قالوا كثيرا وان نقص المصار جديد لو تتحدث عن الاخوان تتحدث عن ستة ابريل تتحدث عن عدد من الليبراليين الجميع اعترف في بيانات كثيرة جدا اننا اخطأنا ولم يكن هذا هو المصار السليم وكل هذه الامور ماذا بعد اعلان الخطأ يعني كانت مرحلة وانتهت فكرة الاعلان الاخطاء واعترف الجميع بخطائه ماذا ينقص هذا المعسكر الان ينقص هذا المعسكر الان ان كلها رؤية وحلم وان يكتب ما يحلم به ماذا يريد يعني الان مثلا بتقول لان اخطأه ما عرفش فينا بيانات التي احنا اخطأنا كلها ما حصلش احنا افشلنا ولم نفشل الان بقولك هي مؤمرة ولم يكن فشل حركة الان تقول من اللي لازق لنا باخطأنا من اللي قال لنا باخطأنا هناك بيانات كثيرة للاخوان في مواقف نعم في مواقف كثيرة تحدثوا عن الاخطاء هناك بيانات لحركة 6 ابريل ايضا تحدثوا عن اخطاء لهم في بعض الامور نعم اذا كان حدث ولم ينمن علمي بيان رسمي من جهة رسمية في الاخوان تقول ان هناك مراجعة حقيقية للمسار لا 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 اتحدث عن مراجعة اتحدث عن نحن اخطأنا في قراءة بعض الامور وما شابه واناك حديث عن المؤامرة بالتأكيد ولكن كان هناك اعترب بالخطأ في بعض الامور اعترب بالخطأ مرحلة جيدة وكان حصل يستطيعوا ان ياخذ اجراءات فيها في التصويب يعني اخذ اجراءات في تجاه التصويب يعني مثلا الاخوان المسلمين جسم ضخم جدا ومتمسك جدا يحتاج لبعض الجراحات الان مثلا لم يفصل بين الدعوة السياسية لم يقدم ورقة فيها هل ترى انهم في حالة تسمح لهم بهذا الطرف ان يجري مراجعات فكرية ونظرية ويفصل بين هذا وذاك مكتب الارشاد باكمله داخل المعتقل قيادات كثيرة قتلت داخل المعتقل وخارجه ايضا 13 او 9 داخل شقة 6 اكتوبر منهم من يلاحق حتى في الخارج ويعتقل في بعض البلدان الاوروبية يعني هل ترى انهم في حالة طبيعية تسمح لهم بما تقول لا ليس طرفا يعني الاخوان المسلمين عمر الجماعة يقارب القرن اذا ام بتحكي عن ثلاث سنين فيهم اشكاليات عندك ثمانين سنة لم يكن لم تكن كلها سجون يعني وبالتالي اعتقد هو تأجيل التصويب هو الذي اوصلنا لهذا المشهد بضرجة ما طبعا لو احبانهم كانوا خطأ ايضا الجهاز العسكري دخوله في الفضاء السياسي ايضا كان خطأا طيب امتلأت الصحف والصفحات والمواقع في الشهر الماضي بالحديث عن مصالحة وشيكة بين جماعة الاخوان وبين النظام الحالي ولكن على ما يبدو ان النظام العسكري الحالي لا يريد لا مصالحة مع الاخوان ولا حديث عن المصالحة التصعيد من جانب عبدالفتاح السيسي اتهام الاخوان بكل شيء اعدام حتى عاد الحبارة الصباح اليوم والحديث انه ايضا كان من الاخوان المسلمين وتنظيم الدولة لا يختلف عن الاخوان المسلمين من منهم من الاخوان او النظام يمتلك ارادة حقيقية لهذه المصالحة من نجاح نظرك اولا اهداف المصالحة حصرها فقط فضاء السياسي خطأ المصالحة ليس اهداف فقط اقول لي والله يعني لو توقفنا نظامها توقف لا اسيد نصمش يتوقف المصالحة لا ست اهداف اولا وقف النزيف الخسائر فتح فضاء سياسي جديد بناء شركة جديدة تصويب الاخطاء تأمين المستقبل ممكن فصيل واحد يلجأ ليازل اجراءات من طرف احادي لا يحتاج حتى الطرف الاخر ان يبدأ في هذا يبدأ بالتوازي ولنا مثال في تجربة مصالحة تجربة الجماعة الاسلامية تجربة خاضة العنف بقوة جدا اعتقد اقوى من اي تنظيم خاضة العنف جماعة راديكالية وجوز ضيور شعبي في الصعيد ثم بدى لهم بعد هذا الصدام الضخم قالت رفعة المحجوب وإلى اخره ان هذا المصال لن يفضي الى شيء الدولة لم تقدم لهم شيء لكن انحازوا لمبدأ هل ترى ان واقع الجماعة الاسلامية بعد هذه المراجعات هو واقعها في منتصف التسعينيات وبدايتها واقع الان الجماعة الاسلامية افضل الناس عادت الى حياتها اين هي الجماعة الاسلامية لهم حزب سياسي مشارك دعم الاخوان المسلمين في الرئاسة بشكل قوى جدا طريق الزمر الان يمثل نقطة ارتكاز عقيلة جدا كنموزج لمراجعات الحقيقية جماعة مفاتحة بشكل كبير جدا على كتير من هل هو عنصر فاعل هل عادت الجماعة الاسلامية كعنصر فاعل في المعادلة عادت عنصر باء بناء وواعد في بناء الوطن انا اعتقد ان سيكون لهم دور قادم في المرحلة القادمة لانهم فعلا على مسافة وسط من الاراء وفعلا قطعوا مع العنف قطعا حقيقيا في حين الان بعض الجماعات الان ايان كان لا ادري بدأت تظهر الجماعات من العنف تحتاج ان نعرف طيب ولكن الطرف الآخر لم يتقبل كل ما تقول لا الطرف الآخر تقبل لم يتقبل فكرة ان الجماعة الاسلامية اجرت مراجعات يعني دعني مثلا اعود بك الى يوم 6 اكتوبر 2012 في استاد القاهرة عندما تحدث الرئيس محمد مرسي في خطاب الميتيوم وتحدث عن انجازاته او ما انجزه وما لم يستطع انجازه كان هناك العديد من قيادات الجماعة الاسلامية التاريخيين موجودين في المأصورة الرئيسية في استاد القاهرة تحدثت القنوات الفضائية انت جايب اللي قتل السادات ما قعدوا يوم 6 اكتوبر انت الجماعة بتقوي الارهابيين وكل هذه الامور طبعا لا شك ان في اطراف حتى في داخل الجماعة الاسلامية كان ضد المصلحة وعمل حدث الاقصر وفي اطراف ضد النظام لم يكن مصلحتها التهدئة فاذا كنتها ترهن الوطن باطراف في داخل كل نظام فيه يعني كل نظام وكل فيها واناك من ينفض فيها التصالح مثلا النموذج اخر الاخوان كثيرا ما تحدثوا عن حادثة النقراشي وليسوا اخوانا وليسوا مسلمين وتبرأ منهم حسن البنة على مدار التاريخ عندما تستمع الى العديد من المحللين السياسيين المقربين من نظام مبارك وحتى الان عبفتاح السياسي دائما ما يعود بك الى حادثة النقراشي دول اتلوا النقراشي واثلوا الخزندار واثلوا مش عارف كذا ودي جماعة عندها نظام خاص وكل هذه الامور اذا الطرف الاخر لا يعترف حتى لو تراجع الاخوان او اجروا مراجعة فكرية الطرف الاخر سيظل يعيرهم ويذكرهم بتواريخ بعينها سواء ثبت صحة تورط الاخوان فيها ام لا وايضا الاخوان المسلمين لهم ايضا رواياتهم عبد الناصر يعني من اصل يهودي وان عبد الناصر كان عميلا وانه يعني جاء حربا على الاسلام ما كذا يعني كل طرف ايدولي سيظل فيها كذا لكن الاخوان المسلمين مثلا تصلحوا مع السادة السادة كان حاكم يمين في المحكمة التي حكمها قدر عودها بالاعدام وعلى يوسف هواش بالاعدام على يوسف احد قرد الاخوان المسلمين واصبح الرئيس البؤمن ودخله في برلماني السادات والتلميسان والله يرحمه التقى بعبد الناصر وكان بس لدعم كبيرا جدا وعبد الناصر والسادات حاكم بالاعدام من الذي ينقص المشهد الحالي حتى نصل لمشهد التلميساني وانور السادات نريد تسلوها تاريخية حقيقية الاخوان المسلمين الان لهم دور كبير جدا في انقاذ هذا الوطن هتقول لي بتسيب الضحاة وتكلم في الجلاد انا اعني ان الطرف الذي يمكن ان يسمع العكس تسيب الجلاد كلمة الضحاة اه يعني انبغي اعتقد اعولا ان هذا الفصيل ممتد ولو اثر كبير جدا وهو اثر في وجدنا المصريين ويملك مصدقية كبيرة جدا ويمكن ان يقدم قبلة الحياة لهذا الشعب اذا اخذ اجراءات حقيقية واعدة اعتقد سيؤمن نفسه ويؤمن المستقبل طيب الرد من النظام دائما ما يأتي عنيفة سيد ياسر يعني السيد ابراهيم مونير نائب المرشد العام تحدث عن ان كان هناك من حكماء الوطن او سطاء يتحدثون وتقدموا بمبادرة للمصالحة فليس لدينا مشكلة ولكن النظام وعب فتح سيسي تحديدا يرد رد عنيف جدا في المولد النبوي يتحدث عن الفكر اللي ملوش وجود وهذه الامور ثم قضايا ملفقة ثم اعدامات يبدو ان النظام العسكري لا يلتفت ابدا لهذه الاقوال احيانا نحن قلنا هذا في المبادرة مش بس انه لن يلتفت لكن يكسب بالنقاط اي نقاط اذا ما عرضوا المصالحة سيتنزلون تنازل كبير يعصف بقواعدهم وبمحبيهم وبدوائرهم وسيتهمون كقيادات بانهم تنازلوا عن التوابط وعن الشرعية وعن كل هذه الامور وفي المقابل هم لا يجدون اي رد فعل ايجابي من النظام العسكري الحالي اولا اخوان المسلمين لم تجربة في ذلك لانهم قادرين على ان يقنع كوادرهم بانتظامهم التنظيمي وبخطبهم الداخلي على موجود خيارات اخرى ويترك الناس بالخيار يعني ما اتدعي يا جماعة والله ان تعبنا في هذه الفترة قدمنا من كوادرنا ودمائنا واشلقنا ويتركوا الخيار للمجتمع يعني مثلا فكرة قابل اهتزال العمل السياسي انت بتبطل ازش شماعة انا اترك المجال السياسي سيدك خامل ستة سبعة ستين عشر سنين انا طبعا لا املك حلا سحريا لكن ادعي انه لست مجبرين ان اكون ضحايا او قاتلين فكرة الصينية خطأ يعني هناك مساحات يمكن يمكن الحرك فيها والعمل من خلالها اخوان المسلمين في موريتانيا مع ولد الطايع صنعوا تسوية تاريخية اخوان المسلمين في الجزائر ومن فرقة غريبة جدا كانوا مع قوى العسكرية التي انقلبت على حركة الانقاذ والاخوان المسلمين في الجزائر شاركوا بتفليقة بتفليقة في المصلحة اخوان المسلمين في ليبيا ايضا عرضوا عرضوا نموذجا مختلفا لن اتكلم عن اخوان المسلمين في تونس يعني هذا نموذج المشرق الذي قدم تنزل قد تبدو حد جدا لكن مقابل ان تبحر سفينة تونس نحو المستقبل فيمكن من تجاربهم اعتقد لهم قدرة تحفظ دماؤهم ولكنك حتى الان للمرة ربما الرابعة في هذا الحوار لم تجبني عن رد فعل النظام العسكري هو لا يرد باي نوع من انواع الايجابية او الترحيب بهذه المبادرات طبعا هل ترى ان لديه ارادة حقيقية في تحقيق مصالحة مع الاخوان انا طبعا غير مطلع انا كباحث ليس عندي معلومات حقيقية على النظام يعني ماذا يريد لكن اعتقد ليس جسما واحدا في اطراف على ما اعتقد تريد ايضا ان تصل الى تسوية حتى في بعض الجهود الاقليمية المحتوحة في هذا المصار لكن مثلا سبريم ونير يعني اعتقد صرح ثم نفى ثم نفى يعني صرح غالبا هو قال نحن يعني هو بيانه كان نحن ننتظر من الحكماء الذين يعلقون في رقابنا المصالحة ان يتقدموا بمبادرة لنتحدث عنها فعندما فهم من حديثه انه يدعو للمصالحة خرج وعقب في اكثر من قناة فضايا انا لم ادعو للمصالحة وانما قلت من يعلقون في اعناقنا فكرة المصالحة عليهم ان يتقدموا الينا بمبادرة لنتحدث عنها ربما لك اذا لم تكنك مصالحة لم تكنك نية لمصالحة يا دعوة الحكماء يعني انا فتكلم عن قرار مباشر وشجاع يعني مصالحة حتى ولل منطرف واحد هناك ثلاثة نقاط تحتاج الى حل من اجل عرض فكرة المصالحة اولها الدماء التي سالت ثانيها المعتقلين والمطاردين والبيوت التي خربت ودمرت على يد هذا الانقلاب العسكري والعنوان الكبير هو العذالة الانتقالية كيف ستتحقق هذه الامور وكيف ستعود حقوق هؤلاء من من قتل لهم البعض وممن اعتقلوا اي اولا فكرة الحل العادي ليس في تاريخ البشرية المجتمعات تلجأ الى الحل العقل رسول عليه الصلاة والسلام لم يرجع حق شهداء احد ولم يرجع حق حمزة رضى الله عنه وارضاه ولكن انحازن للمستقبل وعندما فتح مكة قال اذهبوا فانتوا مطلقاء فاذا فكرة القصاص يا فكرة موجودة لا تعني العدالة القصاص جزء من العدالة وليس كل العدالة عندما قلت الشهداء ما تدعني بالشهداء الشهداء يناير شهداء برسعين شهداء الحرس الجمهوري شهداء المنصة نفتح البيب لكل الشهداء تطرح على بساطة وليس فقط شهداء اخوان المسلمين لا اتحدث عن ربعة فقط اتحدث منذ يناير تماما يعني ثابتا ان من تورط في دماء يناير وحتى الان يبدو انه طرف واحد يحكم البلاد الان الان الحقيقة لم تظهر وهمات لجنة الحقيقة هو كشف الحقيقة وجبر الضرر ثم ضمان عدم تكرر ما حصل عدد قضيه هذه السلسية وتؤمن المستقبل كشف الحقيقة واللي كانت تصنع ذلك الامر ثم عدم تكرار ما حصل ثم ايضا كشف الحقيقة ثم المسامحة في الاخر يعني انت ترى ان الحل هو حل عاقل وليس حل عادل لن يتم الحصول على حل عادل لم يحصل في تاريخ البشرية حتى في تاريخ الانبياء لم يحصل حل عادل العدلة النسبية يعني ازاء الرسول وازاء سمية وقتل سمية في النهاية الرسول يعني لن يفتح جراحة الماضية انتصر لذلك حنا سؤالنا لازم يفرضنا اسأله الان للصوار حتى الاخوة المسلمين هل مطلوب الانتصار ام الانتقام الفلسفتي مختلفة رجوع الحق يختلف عن الانتقام الانتصار يعني احيانا يعني تحرير المصطلحات فقط هو الانتصار رجوع الحق لاصحابه يختلف تماما عن الانتقام رجوع الحق لاصحابه ان لا تكرر مواقع ان تنعم البلد بالحلوية صحيح اذا كان عندك قدرة انت حاسب حاسب الان انا اتكلم اذا كان عندك قدرة الان لماذا تصمت برلمان الثورة لم يقدم واحدة للمحاكمة برلمان النجح بالاغلبية الاسلامية وكان لم يقدم احدا للمحاكمة لم ترفع قضاء ضد التعذيب لم يرفع لخل المسلمين قضية واحدة ضد الفريق الزعزف ام عبد الناصر الى فترة كبيرة يعني فاعتقد ان انحيز المستقبل عدم تكرار ما حصل جبر الضرر كشف الحقيقة اعتقد قيمة كبرى الان في تونس ما نرى الان من اللجانة الحقيقة والمسامحة الان يعني عدوثات التعذيب الان نطلبونا السماح من الشيخ رشد الغنوشي لما كانت تحصل هذه المحاكمات لو لا توافق السياسي ما بين الشيخين الشيخ رشد الغنوشي ما بين السرسي وهذا كان توافق رجع حزب الدستوريين كبعضون من اتباع بن علي لكن احيانا نحتاج الى لا تعتبر هذا فشل للثورة ورجوع للنظام القديم لكنها تكسب بالنقاط احيانا المجتمعات لا تكسب لمس الاكتاف هناك كسب بالنقاط كسب بالنقاط الجيش المصري ليس كما يدعى البعض بالعمالة والخيانة اعتقد له وجهة نظر يعني او تقدر ليس كل الجيش المصري كتلة واحدة وضع الاخران المسلمين كتلة واحدة كل طرف فيه من العقلاء يمكن ان تبنى جسور للتواصل ما بين كل زي مؤسسات الجزائر ومصر ومكستان لا حالة خاصة هذه الدول انشأها الجيش احيانا يملك فيها شرعية تاريخية اعتقد احتاجة لمقربة مختلفة المعركة الصفرية لن تفضي الى شيء شكرا جزيلا نياسر الغربوي مؤسس مركز تنوع لفض النزاعات كنت معنا في الاستوديو ونفذ على مصر حلقتنا مستمر بعد الفاصل فقامعا حين اختار المنصور موضع مدينته التي ارادها عاصمة الدولة الجديدة كان فيها قرية اسمها بغداد او بغدان سمى المنصور مدينته مدينة السلام وهو الاسم الذي ظهر في الدواوين شكرا جزيلا